اشتركوا في القناة نقراء راح ضحيتها لاعب المنتخب الوطني السابق ولاعب اتحاد خنشلة ابن حي 120 سكن نبيل قاصمي وهو في السبعينات من العمر وعسر على جثة اللاعب السابق بقرية عين ميمون ببلدية تمزة وفي ظرف قياسي تمكن افراد الدرك الوطني بخنشلة من الاقاع بالقاتل وهو فتى لم يتعدى سنه 18 عام من ولاية ام البواقي وخلفت وفاة قاصمي حالة من الحزن لدي الاسرة الرياضية الجزائرية عمتا والخنشلية خاصة باعتبار ان الفقيد سبق وان صنع افراح الخضر وفريق مسقط رأسه لسنوات طويلة ان لله وان اليه راجعون سائلين المولى عز وجل ان يرحمه ويصبر زويه وبكده وصلنا لنهاية خبرنا النهاردة ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك علشان يوصلكم منها كل جديد فامان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته